ضن الخمسيني أبو قتيب أنه يفتح نافذة للأمل بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي منزله في العام 2019 اتخذ خطوة للأمام فوق الركام وبدأ ببناء منزل ثاني ليصطدم بقرار الاحتلال بوقفه عن استكمال العمل تمهيدا لهدم المنزل يقول أنه لن يستسلم لورقة التهديد الإسرائيلي تماما كحال الشاب محي مرعي من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت الذي لم يمضي على زواجه داخل منزله سوى ستة أشهر ويواجه هو الآخر قرارا إسرائيليا بهدم منزله الذي استغرق العمل ببنائه ثلاث سنوات ما بقدرش أواكف أنا أوليش أبني في أرضي ما بنيش متتعد عليهم أحنا ما بقدرش أواكف يعني أحنا ما نمشيش يعني زي هم مما بدهم يعني يعني إحنا لو يهدوا هذه الدار الثانية يعني أصمح الله بالدار والدابني يعني فتفاجأ أنه مبارح يعني بعد ما اتجوزت وبنيت وتجوزت وخلصت أنه جاييني قرار هدم أو تهديد بالهدم يواجه خمسون فلسطينيا في بلدة قراوة بني حسان خطر الترحيل إذ بلغ عدد اختارات هدم المنازل أو وقف العمل فيها خلال العامين الماضيين نحو 150 اختارا يريد الاحتلال الإسرائيلي أن يجعل من حال الفلسطينيين هنا كحال هذا العصفور يرتحل من مكان لآخر على وقع عملية المطاردة والاستيأة يعني إحنا بنحكي عن 9500 دنم 8650 هي مناطق جيم فالسياس الخطيرة والضغط العالي واللي جزء منه هو الإختارات يعني إحنا بنحكي عن مجمل إجراءات بكم فيها الاحتلال جزء منها تسليم الإختارات تستند عمليات الهدم الإسرائيلية لقوانين أقرت منذ الانتداب البريطاني وتستهدف بشكل واسع على المناطق المصنفة جيم حسب اتفاق أوسلو لا تنسف إسرائيل عبر سياسة هدم المباني أحلام الفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم فحسب بل تؤكد على عدم الاكتراث بدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف هذه السياسة باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي فما يحدث فعليا على أرض الواقع ترحيل صامت للسكان خالد بدير قناة الغد من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت فلسطين